الحمد لله والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أبدأ المناظرة مباشرة بسؤال صاروخي وأتحداه أن يجيب في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسأله سؤال مباشر وأترجى الشيعة أن يجعله يجاوب ولن يجاوب أنا أعلم ذلك لأنه سيهزم في أول دقيقة ألا وهو السيدة المسلمة أسماء بنت عميس عندما تزوجه أبي بكر الصديق كان كافرا أم مسلما كان كافرا أم مسلما انتهت المناظرة دعم انتهى الآن 10 دقائق لي تفضل جاوب لا ولا تقاتعني تفضل جاوب لا أنا لا أجيب أجيبك حتى تعطيني هذا من عندك أن لا تقاتعني تفضل جاوب بس تجاوب أنا أجيبك ولكن هل تفضل جاوب وخد العشر دقائق أعطي قولك تفضل جاوب وخد العشر دقائق لا أبدأ تفضل السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق هل هانا كان مسلما أم كافرا بس مش عزل السؤال ده تفضل إذا أنا لديك جواب فليس لك حق المقاطعة تفضل جاوب تفضل جاوب ما فيش مشكلة بس تفضل جاوب تتعاحد أعطيك تسع داية تفضل جاوب تفضل جاوب أشكرك بارك الله بيك أحسنتم وبركتك مشاهدين الكرام ما هو سألنا فجوابه جدا سهل فالرجل امشي يا لأ امشي يا لأ امشي يا لأ عن الإسلام عن الإسلام نحن نتكلم عن الإسلام أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس سقط سقط الآن بأصبح هناك إسلام ظاهري وإسلام باطني هل أسماء بنت عميس والله ما سيبك والله لا خليك دفل صغير أنا ساكت عليك أساسا أنا ساكت عليك والله أنا ساكت عليك من أول أمس يا نصاب يا حرامي ساكت عليك من أول أمس وفي أول المناظرة أخطاطف عمر بن خطاب ومررتها وأمس مرضو مررتها عندما تكلت أمت معي وسجلت التسجيل على أني أهرب وأنت الذي تعلم أنك أطرب نحن لا نتكلم عن إسلام ظاهريا نحن لا نتكلم عن إسلام ظاهريا فالباطن لا يعلموا إلا الله عز وجل فنحن نتكلم وسألكك سؤال وأنهيس هل الله عز وجل أخبر بأن باطن أبو بكر الصديق نفاقا تفضل أين تفضل تفضل أولا تقر أمام الناس أولا تقر أمام الناس أولا الآن الآن تقر أمام الناس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان مسلما هل تقر بذلك الرجل لا يفرق بين الإيمان وبين الإسلام المناظرة يا أحبة اتفضل اتفضل الجواب هذا من أدمك يا أيها العمري ده من أدمك ده أنا حديك بستين جازمة يا أوسخ جازمة امشي يا له انتهت المناظرة امشي يا له امشي يا ابن الجازمة شوف بقى أكتر من كلا امشي يا ابن الجازمة يا الله افلوا علي امشي يا ابن الجازمة امشي امشي لا والله مصبر خلاص نرفزني خلاص خلاص انسوا انسوا صابر عليه من أول أمس وصابر عليه أمس وشتمني وصابر عليه النهاردة وابداية المناظرة مش رادي يقبل في روابط ويجي يقول لك الحكاية والرواية سمام سبحان الله ولما تيجي تكلمه العنوان المناظرة العنوان المناظرة اسلام أبي بكر الصديق أم كفر أبي بكر الصديق أنا أثبت الإسلام وهو يثبي الكفر الآن عندما سألته السؤال وقلت له السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوكت أبي بكر الصديق هل كان مسلما أم كافرا هل كان مسلما أم كافرا قال لك إسلام ظاهريا وحيبتدي أول المسألة يا أول المسألة سهلة هي هلأ سنتات المناظرة وعدتكم مننا أنهي المناظرة في أول دقيقة والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمع علماءهم جميعا لو اجتمع علماءهم جميعا ما يستطيع رد هذا السؤال يبتدوا يتلونوا كالحرباء لا أصل هو أسلم ظاهريا ومش أسلم ظاهريا نحن لا نتكلم في الإسلام ولا نتكلم في الإيمان إن كان لا يستطيع اختيار عنوان المناظرة فهذا هو نتكلم في الإسلام إثبات إسلام وليس إثبات إيمان فهو لا يستطيع أن يفرق بين الإسلام وبين الإيمان ترجمة نانسي قنقر